بعد وفاة ملكة بريطانيا إلى جبثة ثانية اتجهت الأنظار إلى كيفية التعامل مع الوفاء ليكشف النقاب عقبها عن خطتين تم وضعهما منذ السيتينيات من القرن الماضي يطلق على الأولى اسم سقوط جسر لندن أو لندن بريج إتداون أما الثانية فهي يونيكورن هذا وكشفت وثائق سرية عن التفاصيل الكاملة لخطة الحكومة البريطانية في حالة وفاة الملكة والذي تم بموجبها إبلاغ رئيس الوزراء حيث أعلن من جانبه إطلاق العملية وبدأ تنفيذ الجنازة الزميلة مربت المليجي تطلعنا أكثر عن هاتين الخطتين أهلا بكم بعد وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تتجه الأنظار إلى كيفية التعامل بعد الوفاء هناك خطتان تم وضعهما منذ السيتينيات من القرن الماضي يطلق على الأولى اسم سقوط جسر لندن أو لندن بريج إتداون أما الثانية فهي يونيكورن وتكشف وثائق سرية عن التفاصيل الكاملة لخطة الحكومة البريطانية في حالة وفاة الملكة يتم بموجبها إبلاغ رئيس الوزراء والذي يعلن إطلاق العملية وبدأ تنفيذ الجنازة فما هما هاتين الخطتين الخطة الملكية المعروفة باسم سقوط جسر لندن هي خطة ملكية للتعامل مع وفاة الملكة في لندن في الساعات الأولى التي تلي وفاة الملكة يتم إجراء سلسلة اتصالات لإبلاغ رئيسة الوزراء بخبر وفاة الملكة وذلك بواسطة السكرتيري الخاص للملكة كذلك يتم إبلاغ عدد من كبار الوزراء وكبار موظفي الخدمة المدنية بالخبر عبر رسالة بريد إلكتروني مع سكرتيري مجلس الوزراء بعدها يتم تنكيس الأعلام لتصبح نصف إسارية عند استلام هذا البريد الإلكتروني ويتم ذلك في غضون عشر دقائق من وصول خبر وفاة الملكة يتم تأجيل البرلمان والهيئات التشريعية المفوضة في كل من إسكتلندا وويز وإيرلندا الشمالية وإذا لم يكن البرلمان الإنجليزي منعقدا فسيتم استدعاءه تعلن العائلة الملكة عن خطط لجنازة الملكة والتي من المتوقع أن تقام بعد عشرة أيام من وفاتها في العاشرة من صباح اليوم التالي لوفاة الملكة يكتمع مجلس الاندمام والذي يضم شخصيات حكومية رفيعة في قصر سان جيم لإعلان الملكة شارلز ملكا جديدا تقام الجنازة نفسها في اليوم العاشر من وفاة الملكة في كنيسة وستمانستر أبين ملكية ويكون هناك دقيقتين من الصمت والحداد في جميع أنحاء بريطانيا في منتصف نهار نفس اليوم تقام مواكف في لندن ووينتسر ويعقد أكثر من قداس إحالة في كنيسة سان جورج في قلعة وينتسر ويتم دفن الملكة في كنيسة الملك جورج السادس التذكارية هناك دائما خطة مطبقة في حالة وفاة الملكة في سكتلندا وهو ما حدث تلك الخطة تسمى عملية يونيكون فما هي؟ هذه العملية تشمل تعليقا فوريا للأعمال في البرلمان السكتلندي حتى تتمكن السلطات من الاستعداد لجنازة رسمية في حال وفاة الملكة في سكتلندا فإن البرلمان وقصر هوليرود هاوس المجاور وكاتدرائية سان جايز ستكون نقاط الاتصال الرئيسية لوسائل الإعلام وأيضا للجمهور سيعني ذلك أيضا أن جثمانها قد يسجى في هوليرود هاوس مع حمل نعشها بعد ذلك إلى الكاتدرائية في رويل مايل سيتم بعد ذلك وضع جثمانها في القطار الملكي في محطة وفيرلي وستبدأ رحلة أسفل خط الرئيسي للساحل الشرقي وتنتهي في لندن وستنفذ فترة حداد لمدة عشرة أيام حتى يوم جنازة الملكة اشتركوا في القناة